السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصادر في الحكومة والرئاسة بتقول ان هيكون في تعديل وزاري هيشمل ست وزارات بعد قبول استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي اللي اعلنها النهاردة في مؤتمر صحفي قال فيها انه من منطلق موقعه ومسؤوليته التجربة اكدت ان تولي منصب وزاري ما بقاش نزهة لكن بقى عبء وهم كبير قال انه بقدم استقالته وبيسيب موقعه عشان الدولة تختار حد يتحمل المسئولية بداله الصورة اللي عندنا عن اسباب استقالة وزير التموين الحياة مش واضحة والمواقع حول توصل صورة للناس على مدار اليوم ان المشكلة مشكلة فساد الامح او مشكلة اقامة الوزير في فندق كبير لحوالي 31 شهر وقالت ان وفد من هيئة الرقابة الادارية قاعد على باب اجتماع مجلس الوزراء ومستني خروج خالد حنفيه عشان يقبض عليه ويحقق معاه رغم ان هو في الفيلم الاستاذ فريد شوقي ما انتظرش يزاكي رستوم يخلص الصلاة عشان يقبض عليهم وده بصراحة مشهد صعب جدا ان حد يصدقهم لما هو ماله المواقع بتقول كده في مصادر قالت لواحد من المواقع ان طارق قبيل وزير التجارة والصناعة اتصل بالمهندس شريف اسماعيل وهاجم وزير التموين اللي كان اتهم قبيل بانه هو متورد في ازمة الامح الامح بسبب تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لوزارته هي المسؤولة عن تسلم الامح والمواقع دي نسيت ان وهي نفسها المواقع اللي كانت قالت ان الرقابة الادارية كانت قاعدة مستنية خالد حنفي بر اجتماع مجلس الوزراء لحد ما يخلص نسيوا ان الاجتماع كان فيه وزير الصناعة والتجارة برضو وبالتالي مش محتاج ان هو يتصل برئيس الحكومة في التليفون الموقع نفسه اللي اكيد شارك في المؤتمر الصحفي اللي اعلم فيه دكتور خالد حنفي استقالته ما قالش وفد الرقابة الادارية راح فين وليه سيب خالد حنفي يعمل مؤتمر صحفي من غير ما يقبض عليه حموما طارق قبيل بقى هو اللي بيشرف دلوقتي على الوزارة لحد ما ييجي وزير جديد ملخص اللي حصل في مصر من وجه النظري هي الجملة اللي قالها اللي هو سعد الجمال رئيس اتلاف الدعم مصر كان بيقول تعليقا على استقالة خالد حنفي اراح واستراح بس ما ننكرش ان منظومة الخبز اللي نفذها كويسة لكن استقالته اراحة الجميع ومبادرته بالاستقالة رفعت الحرج عن الحكومة وقال الوزير ممكن ما يكونش مسؤول بشكل مباشر على اي فساد او تأثير وممكن يكون المعاونين بتوعه ما عملوش شغلهم كويس بس في المسئولية الاشرافية والمسئولية السياسية ودي لازم يتحملها زا كان الوزير عليه مسئولية مباشرة ما فيش حد فوق القانون ده كلام اللي هو سعد الجمال لكن لو المسئولية سياسية فالاستقالة مبادرة جيدة وياريت كل اللي يشوف نفسه مقصر يعمل زيه ها كلام محترم من اللي هو سعد الجمال يعني فيه كلام كتير شبه الدكتور علي مصرح لسا سامع التصريح بتاعه طلع فيه نشرة القاهرة والناس اللي اتزعت من دقائق يعني فهمت بوضوح فكرة ان خالد حنا فيه استرايح لما كلمة اراح اراحة واستراحة مش فهم اراحة مين بالزبط وفين المشكلة هل تقديم وزير التموين استقالته كانت بسبب مسئولية سياسية ولا هو مشارك في قضية فساد الامح حاولت اختار كلامي كويس عشان اكون دقيق في كل كلمة بقولها لان انا في لحظة الحقيقة زي ما بيقوله معرفتي بخالد حنفي زي معرفة كل الاعلامين في مصر بيه ويمكن اقل شوية وحتى لما اختار ان هو يعمل مدخلة معانا الاسبوع اللي فات تراجع وعملها مع زي